السلام عليكم زيكم يا حبيبي عاملين ايه انا اصفى طبعا عن التأخير في الفيديوهات وان شاء الله مش هنتأخر تاني على بعد باذن الله كده هحاول يوم ويوم هنزل لكم فيديو جديد نبدأ كده الاول ونسمي ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد فيديو النهاردة هنعمل ترطيتين اتنين بمقاسين مختلفين وبتنزين سهل وبسيط اتمنى طبعا ان انتوا تشوفوا الفيديو للنهاية ان شاء الله هتستفيدوا منها اول حاجة كان معايا ست بيضات ومعايا كمان نص كيلو من دقيق لسبونش حطيت عليهم نص كباية من الميا ونص كباية من السكر ونص معلقة من الفانيليا طبعا معلقة كبيرة من الخل لو موجود ابتدت كده قلبت كل المكونات بتاعتي باديا قبل ما شغل المضرب بحيث الديق بتاعي ما يبهدلش المكان حواليا هبتدي الدرب كده في اللسبونش حوالي عشر دقايق يعني من عشر دقايق لربع ساعة على حسب سرعة المضرب اللي موجود معانا اهم حاجة نوصل للكوام الكريم الجميل ده وما طلع كده المضرب بتاعي من الخليط يدي معايا يعني كوام تقيل زي ما هنتوا شايفين بالشكل ده خلاص كده انا جهزت الحلة بتاعتي هستخدم النهاردة حلة مقاس 24 هدهنها كده دهنة من الخليط بتاعي واحط فيها ورقة من الزبدة خلاص اضبط الجوانب بتاعتي وفي الوقت ده اكون انا مولا على الفرن على درجة حرارة مية وتمانيين وضبط الشبكة بتاعتي في الرف اللي في النص طبعا احنا هنعمل كيكتين اتنين بمقاسين اتنين فمش هينفع ندخل واحدة ورا واحدة الوقت اللي انا هدخل الفرن يبقى وليع على واحدة هستخدمه للاتنين فهخلص الكيكاية بتاعتي دي هاركنها هاركن الازبونش معايا جنبي كده وابدأ في الازبونش التاني على طول بحيث يدخلوا الازبونش التاني على طول بحيث يدخلوا الازبونش التاني مع بعض في نفس الوقت خلص نزلت الخليج بتاعي احاول بقى ازبط اللازبونش جوه الحلة بحيث يبقى متساوي بالشكل ده خلص اركنه بقى واجي كده في نفس البولة اللي عملتي فيها اللازبونش الاولاني ابدأ اجهز اللازبونش التاني النهاردة هعمل مقدار الربع كيلو ربع كيلو من اللازبونش هحط عليه تلات بيضات وربع كبية من السكر وربع كبية من المياه ومعايا كمان نص معلقة من محسن الجيل ونص معلقة من الفانيليا وهضرب كل الخليط اللي معايا كده بنفس الطريقة اللي عملت بيها اللازبونش الاولاني هي هي نفس الطريقة خلاص كده عملت اللازبونش التاني وجهزت الحلة وحطت فيها ورقة الزبدة ونزلت الخليج بتاعي في الوقت ده بقى اخد الخليج بتاعي اول ما ساوي كده وش الحلة بتاعتي بحيث ازبط اللازبونش جواها بالطريقة دي ادخله الفرن هياخد معايا في الفرن حوالي ساعة إلا ربع يعني من ساعة إلى ربع إلى ساعة على حسب درجة حرارة الفرن اللي عندك هيدخل معانا على درجة حرارة 160 خلاص بعد ساعة إلى ربع طبعا نفتح عليه ونشوفه على حسب الفرن عندك هيباني النتيجة طبعا نختبره كده بأي خلة موجودة عندنا خلاص الخلة بتاعتنا طلعت نظيفة اتأكدنا ان الزبونش بتاعنا تمام مستوى وجميل جدا حسينا ان الخلة بتاعتنا طلعت فيها اي مادة سيلة يبقى لسه كده الزبونش محتاج شوية كمان اقفل باب الفرن بالراحة خالص احاول ما دخلش فيه هوا واقفل الباب كمان حوالي خمس دقايق لحد ما لاقي الخليط بتاعي كله استوى خلاص انا كده هنا ما اشتغلتش فيه الا تاني يوم يعني انا جبته طلعته وسبته يبرد خالص تاني يوم كده يبقى معانا سهل التقطيع ونعرف نتعامل فيه دي حاجة نبقى متفقين عليها انا بعمل اي سبونش بعمله على بيات وتاني يوم ابتدي ازين فيه عشان يبقى سرع معي خلاص قطعت بقى كده اول ترطاية معايا لاربع ديسكات ونقدر نعملها الخمسة لو حبين بس انا مش حبة اخلي الديسك بتاعي يبقى عالي قوي احنا بعمل كده بالسكينة ولا عندي منشار ولا اي حاجة بس بنقطع بالسكينة بتاعتنا بحيس ما نبوضش الدنيا لو قطعنا اخف من كده او خلناهم خمسة هتبقى رأيها قوي مننا وممكن ما تزبطش معايا لان انا بقى طعب السكينة مش بمنشار فالطبقات كده معايا جميلة جدا كده انا عملت كل طبقة فيهم لاربع طبقات كل كاكايا عملت معايا اربع طبقات كبار جدا مش شوية هاجي بقى هنا للكريمة بتاعتي طبعا هنه هعمل للككتين اتنين تلات كبيات من الكريمة كريم شانتي ومعايا لكل كباية كريمة هنا استخدمت للتلات كبيات الكريمة حطت لهم كباية ونص من السكر طبعا تقدر تزودي او تقليلي بس انا بحب السكر كده بتبقى مظبوطة معايا جدا تلات كبيات كريمة على كباية ونص كريم شانتي على اربع كبيات من المياه المسلجة ونقدر نحط لبن مسلج ومعايا كمان نص معلقة من الفانيليا على الكريمة وهنضرب فيهم حوالي ربع ساعة لحد ما يوصل الكوان بتاعي ده لو عمل معانا قبل كده وحتاجنا نضيف شوية من المياه نقدر نضيف كمية من المياه لو حسينا ان الكريمة بتاعتنا تقلت قوي خلاص كده جبت الاول كيكاية معايا وابتديت ادهن كمية من الكريمة كده على الكاعدة بتاعتي بحيث اسبت التورطايا وطبعا عاملة صيرب كده عبارة عن مياه بسكر بشوية من الفانيليا وحطاهم باستخدمهم اللي ساقي الكيف طبعا انا بحب استخدم السكر بتاعي ما بحطهش على النار خالص مياه بسكر عادي زي ما بنعمل مياه بسكر وبحطه في الازلزة بتاعتي اسقي بيه اي كيك بعمله خلاص كده انا حطيت طبقتين والتانية حطيت فيها اي بقى سوس حابين تزينه بيه او حابين التعم بيه تقدره تدفه انا دلوقتي عندي سوس فراولة فحبيت احط منه عندنا اي حاجة تانية حابين نحطها ونقدر نحطها ولو حابين نحط اي نوع فواكه في قلب الحشوة بتاعتنا برضو نقدر نحط اي حاجة احنا عايزنا دلوقتي انا هستكفيت بس بس سوس الجيليو اللي معايا عشان انا هزين به فحبيت بقى طعم غني من جوه ومن بره التورطاي خلاص كده انا هزبطت الاربع طبقات بتوعي اهم خطوة بقى خطوة التجليس اهم حاجة ان احنا نحاول على قد ما نقدر نزبط شكلها من بره عشان تدي معايا الشكل الجميل هبتدي احط كده كريمة من بره ومن جوه بحيس اخلي طبقة الكريمة متساوية وما يبقاش فيها فتفيت من الكيك زي ما بيحصل معانا في اوقات كتير احاول كده يعني ايه طبقة طبقة هنزبط البداية كده للاول من فوقه من الجوانب وبعدين هرجع عيد الخطوة دي تاني وحط كريمة تاني بس بحيس اكون انا غطيت اول طبقة من الكيكة بحيس ما يطلعش معايا فتفيت من الكيكاية على الكريمة بالشكل ده طبعا بقى عندنا اسباتولة هنعمل عندنا سكينة هنعمل اي حاجة هنعمل بيها دلوقتي انا عندي اسباتولة التزيين هعمل بيها مش موجود عندنا هنقدر نعمل بقى اي سكينة بس تكون طويلة وبحيس تجيب الكتعة معانا مرة واحدة عندي كده اعمل بقى بالجوانب بالطريقة دي اهم خطوة زي ما انا قلت عشان نزبط معانا شكل الترطاية التجليز بتحق بالشكل ده هبتدي ازبط فيها على قد ما اقدر وما بين كل مرة بعمل بيها كده انضف الاسباتولة بتاعتي بحيس ما تشيلش معايا كريمة وتحطها تاني على الترطاية بالشكل ده لو حسيت ان في مكان محتاج تبقى من الكريمة تاني هرجع اضيف له تاني ما فياش اي مشكلة خلاص كده حاول ازبط فيها وكل مرة اخذي امسح السكينة بتاعتي بحيس تزبط معايا الدنيا من اول مرة خلاص كده يعتبر يعني وصلنا لدرجة كويسة نبتدي بقى ننضف القعدة بتاعتنا وندخلها التلاجة حوالي نص ساعة انا هنا هدخلها الفريزة لتسرع الوقت معايا بحيس مع لما جهز الترطاية التانية تكون زبطت الدنيا معايا في ثواني خلاص كده انا زبطت الكيكاية على قد ما قدرت هدخلها بقى الفريزة لعندي وقت ما هخلص الترطاية هطلحها يعني حوالي عشر دايق بالضبط وهطلحها تاني معايا هكون سقعة درجة كافية طبعا دي اهم خطوة في عميل الترطاية بتاعتنا ان احنا نزبط تجلزها من غير منزاء يعني لازم نزبطها كده قبل ما ندخلها التلاجة خلاص كده حطتها في التلاجة وجبت هنا الترطاية بتاعتي التانية بتاعت عملت فيها نفس الخطوات وجلستها بقى من بره بالشكل ده وهنا التزيين بتاعتها مختلف شوية عن اللي انا عملتها دلوقتي فمش مهم ان احنا نقعد نزبط في التجلز بتاعتها كتير لان انا هحطي لها ورق من الفوكيوم بالشكل ده بيسهل علي الدنيا كتير خلاص لزقنا ورقة الفوكيوم بقى وحاول كده باي حاجة عندي اقسمها للمربعات او اقسمها كده الاربعة هنعمل شكل بسيط خالص وسهلة جدا في التزيين يعني من غير اي حاجة ومن غير احترافية ونقدر نحط اي سوس شوكولاتة موجودة عندنا او اي حاجة موجودة نقدر نشكل بيها بالشكل الجميل ده انا دلوقتي كان معايا سوس حليب سوس مربة الحليب حبيت اعمل منه كده نصها ونص تاني باي شوكولة شبسة او كريزبيا او اي حاجة موجودة عندنا هنقدر نعملها بالشكل الجميل ده خلاص كده الترطاية التانية بتاعتنا جهزت في ثواني عندي كده سوس شوكولاتة حبيت اعمل كده خطوط في النص بحيث اظهر الشكل اللي انا عملته نقدر بقى نزينها بالشكل ده او نختلف او يعني في اي طريقة تانية ممكن تكريها براحتك دي طريقة سهلة وجميلة يعني اي ست بيت تقدر تطبقها من غير اي ادوات يعني من غير اي ادوات تزيين ولا تجديد زي ما احنا عملنا في الترطاية الاولانية لان احنا بنلف عليها ورق الفوكيوم ده فبثواني بتتعمل معانا خلاص كده انا خلصتها ودخلتها كمان التلاجة معا لما خلص بقى الترطاية الاولانية اللي كنا حطناها في الفريزة خلاص كده معايا نسبة طولا مش انشرة كده اعملت منها خطوط كده في الجوانب ونقدر نعمل حتة دي باي حاجة موجودة عندنا حتى لو عندنا مش تجديد او ننظفه كده كويس ونغليه على النار ونسيبه للحلويات اللي معانا كده نستخدمه على طول بالطريقة دي لو مش موجودة عندنا الادوات دي نقدر نعملها في بيت معايا بقى كده دلوقتي سوس الفراولة حبيت اعمل منه روزيتات وحاجات زي ما انتو شايفين دلوقتي كده ومعايا كمان كطع من الفراولة ومقطعها شرايح الخطوة المهمة هنا ان انا حطيت على الفراولة بتاعتي سوس من سوس الفراولة سوس الجيلو يحفظ معايا الفراولة التانها لمعة وما تتبالش مني ويبقى شكلها كمان جميل حطيته في الطبق زي ما انا عملت دلوقتي كده وقلبت عليها سوس المربة اللي معايا سوس الفراولة بالشكل ده وبعد كده زي انت بيه يعني طريقة سهلة وبسيطة تقدر اتطبقيها باي امكانيات موجودة عندك دلوقتي كده انا عملت كمان ورود كده من تحت الترطاية بحيث تنطق معايا الدنيا اكتر وعندي بقى شوية كمان من الكريزبي حبيت احط في كل وردة واحدة بسيطة كده دلوقتي احنا عملنا على قد ما قدرنا نبسط الامكانيات يعني ما عملتش باي امكانيات مكلفة خالص ولا ادوات تزيين نقدر نستغنى عن الورود اللي تحت دي لو مش موجود عندنا امع ولا اي حاجة نعرف نزين بها ونستكفى بها على كده طبعا اللي سألني عن ورق الفقيم ده الورق الفقيم ده بيجي من عندي مستلزمات الحلواني وسعر المتر عامل 3 جنيه ونص تقدر تجيبيه وتعملي منه كل انواع التراث اللي تحبيها وبكده اكون انا خلصت فيديو النهارده ومع الف سلامة اشوفكم في فيديو جديد